الموضوع قاعد عمال بيطول وعلى ما يبدو شكله هيطول شوية كمان مش كتير صحيح لكن هيطول كل يوم بيعدي للأسف الشديد بيؤدي إلى ارتقاء المزيد من الشهداء وسقوط الكثير من الجرحة والمصابين يمكن انبارح في آخر الحلقة وإحنا قاعدين كنا عاديين بنتابع مع بعض على الهواء مباشرة من القصف العنيف الوحشي كما جرت العادة من العدو الصهيوني تجاه الأراضي الفلسطينية وضرب قطاع غزة فيه إسرار شديد من الإسرائيليين أنهم ينهوا سكان القطاع عن بكرة أبيهم فإن لم يكن فلتم دفعهم للجنوب وبعدين يعودوا يكملوا المزيد من الضغوط حتى ومصر الطول الوقت بتقول إنسى مفيش الوضع القائم هو وضع اللا قانون اللا إنسانية لا مجتمع دولي لا حياة دا الوضع القائم ما هو لو إنه فيه قانون وفيه إنسانية وفيه مجتمع دولي ما كانش مجلس الأمن اجتمع كل هذه المرات دون شيء لو كان فيه قانون وفيه إنسانية وفيه مجتمع دولي لو كان فيه شوية دم كان الاجتماع الطارق لجمعية العامة للأم المتحدة واللي تم فيه التصويت بالأغلبية كانت فاعل هل فيه حاجة بجد اسمها قانون دولي ولا القانون الدولي على الهوى هل حاجة بجد اسمها قرارات الشرعية الدولية ولا هي على الهوى هل بجد فيه حاجة اسمها مجلس أمن مفترض جدلاً أنه يحفظ على الأمن والسلم العالميين ولا برضو على الهوى الواقع بتاعنا إحنا اللي بنشوف في منطقتنا العربية هي على الهوى على الهوى جداً طيب من ناحية تانية علشان يبقى واضح قدامك الكلام اللي كنت بتكلم فيه مع الزميلاتي العزيزات هو مين لحد دلوقتي مش لحد دلوقتي هو مين اللي من البداية وحتى هذه اللحظة من البداية اللي هي لو حبيت تحسبها من 48 احسب عاوز تحسب من قبل كده احسب مين عملياً الوحيد اللي واقف مع القضية الفلسطينية مصر والمصريين وقفين وقفة وضحة لا تقبل أي شك أو تأويل أو التباس مش بس أقولك لا تقبل المزايدة هي لا شك ولا تأويل ولا التباس مين اللي بدخل المساعدات مصر مين اللي بيستقبل المصابين مصر حد تاني لا ما تجيش بقى أصلي انت المعبر الوحيد لا مش أنا المعبر الوحيد ولا حاجة بس انت الوحيد اللي تقدر ده منطقة البساطة وانت الوحيد اللي عندك نية حقيقية خالصة عشان ده يحصل انك انت لازم لازم تتدخل من أجل الإنسانية ده أولاً اتنين ومن أجل السياسة تلاتة ومن أجل الأمن القومي احسب زي ما انت عايز بس مصر هي اللي لسه وقفة وهي اللي طول عمرها وقفة ومش عاوز بس أقولك انه مصر دايماً هي اللي وقفة وتكد تكون لوحدها أي مواقف أخرى في الدنيا في الدنيا في العالم كله في كل أعضاء الأمم المتحدة من دول جميلة رائعة لزيزة بتتدخل لمجرد زر للرمادي في العيون لكن هل فيه اهتمام حقيقي؟ هل فيه إيمام حقيقي بعدلة القضية وبالتالي مستعد هذه الدولة أو تلك الدولة لبازل الغالي والنفيس لأجل قضية هذا الشعب؟ لا مصر بس من دفع غالياً ونفيساً غير مصر يعني؟ المهم بعض الدول بتحول تتحرك آه ما نقولش لأ لكن دي كلها محاولات اللي عاوز يضغط بجد هيقدر يضغط واللي عاوز يدوس مش بس يضغط هيدوس واللي عاوز يفرم هيفرم شكراً لكم